موسيقى فإذا بداية مثل ما كنت عبر ألبير عندي طريقة جديدة خبرية جديدة حتى نقدر على طول نلاقي الأشياء اللي نحن أكتر شيء من ضيعة بين التليفون بين المفتاح بين الوالت بورتفاي كنت خبرتكم كمان عن نفس السيستام من شيء يومين تليت أكتر شوي مع وقت كنت نورولا حكينا كيف هذا السيستام الجديد عنده تقريبا لحتى تكميونيكيت وبذات الوقت فينا نلاقي غرض يمكن نحن نصر كتير بعيد عنه حدا تاني يقدر يلاقينا إياه ويتصل فينا الآن تمزر أحكي عنهم اليوم ما في عندهم هالميزة فينا نقول راح أبالش أحكي عن تاي تاي هي قطعة صغيرة كتير صغيرة فينا أكيد نحطها محل ما بدنا يعني فينا نحطها على المفتاح فينا نحطها بالبورتفاي طبعنا فينا نحطها على يمكن الكلب البات طبعنا بالبيت في أحيالي شيء عم يتحرك بالتحديد أو نحن عم نبعد عنه مسافة ما بتتعدى 30 متر فكل هيدولي مع أبليكيشن أكيد أبليكيشن نازلة على الموبايل على السمارتفون وهذه الأبليكيشن هي بتخوّلنا أنه نكون على طول بي كونكشن مع ديفايس اللي نحنا مضايعينه هاي ديفايس أكيد هاي كيفك ماشي الحال فكنت عبقول أنت عشو مرّة بضايع أغراضك ضايع أغراضي إذا بخبركم شو صار معي جامعة الماضي ما بكتبت تصدقوني لأنه كسرت تليفون سيارتي بالجراج وضايعات فورتفاي طبعي النسي بغير محال هيدنا مثلا الناس ولا مرّة هيدنا بسموها تشاسميت تعرف كيف أنه خلص هيدنا الماكسيمم ما بق فيه بس تقول صراحة مددت شيئ أنه ما رح جبت الوالت يلي نسيته ما غير تليفوني من أول نهار لأنه حسيت بفريدم ما هي؟ فريدم صح بالأخص إذا ما فيك تليفون هالسمارتفون بس كمان هالسمارتفون بساعدنا أنه نحن تعرف نعيش باركة بطريقة أسهل يمكن لو ما كسرت التليفون بس هيدنا اتنين سوا كيف سي التليفون والوالت والسيارة لا مش هيك لأنه نحن عايزين التليفون لحتى إذا ضيعنا الوالت هو يعطينا نوتيفكيشن يعني بهالألرت يبعثنا إياها ثرو دي أكيد بلوتوث ما بقى تطلع ورائي أمور معروف لا بس كنا حكينا بايدا الموضوع كنا حكينا بدأ تاخد شوية وقت معي طويل بيلك فخبرية الكنيكشن بلوتوث إنه على طول إذا ملاحظ هون بالصورة كل شي يمكن بي كونيكتد لحتى ما بقى غرادك يضيعه بس شو قصة الكلب حتى الكلب إذا جرب يهرم في مرات إذا تفتح بيب البيت وما بدك يظهر هو بيركد أو ما تنتبه له بيزمط فينا نقول بيعطيك ألارت كمانا إنه زمط نتبه عيباعد عن البيت فهذه هذه الفكرة موجودة بس صار في مننا كتير وهلأ صار هذي تاني آتم بحكي عنه بذات الوقت أكيد كله جي بي اس سيسلم لحتى في حال ضيعته لمسافة بعيدة أكتر من 30 متر فيك بكل سهولة ترجع تلقي إن شاء الله يجي أمين يقعد معنا لأنه أمين على طول بضيع أغراضه يعني خبرك مرة نفسي مفتاح السيارة وين بسندوق السيارة نحن مضيعين أمين فبارك لو كان عنا سيستام كنا حطينا بلوتوث عليه وعرفنا وين بالمبرأ تاني تاني هي نفس الخبرية جيكو نفس نفس السيستام كمان بس الأفانتاج بحيدي إنه إذا أريد هون تضع سمارت فون سمارت فون ليش لأنه هي فيها تقبس عليها تعمل بطريقة من الطرق تستعملها كمتر هي فيها بذات الوقت تتكتور فهالموشن ديتكتور شو ما بتعمل انت بعمل الموشن بتشتغل الديفايس فهون مثال على بالأطلاق إذا بتحرك هالديفايس الصغير اللي هي جيكو عم يعلي صوت يعني سار الريموت عم نهز لنعطي الكمان مش هم نكبس كبس عليه صحيح هالفكرة صحيح التاي عنده الكبسي جيكو هي بتهزل حتى تعطيك هي الأوردر فبكل بساطة كمان فيك تحط على حيال شي أنت عطلين هم أنك تفق هل فهمت إذا حطيته على شنطة مثلا تحركت الشنطة بيعطيك الألار بغري بذات الوقت إذا عندك حدا من الأهل عم ينسى ياخد الأدوية بتحط على علبة الدواء إذا تحركت علبة الدواء يعني أخذ الدواء الشخص إذا ما تحركت علبة الدواء بالوقت اللي لازم رح يعطيك الألار ويقل لك أنه ما تحركت بس المشكلة إنه إذا حطيناها عمين ستضل تزمر كل النهار لا بيهدو الحلو إذا عندك الكاميرا وعلى طول اللي بيصور ولا مرة بيطلع بالصور يعني هو بيصور ويصور وهيك إذا بتسائي بيطلع لهم شي صورة بينتهم هون الحلو إنه فيك تضبط الكادر بالصورة وكل بكل سهولة وتروح تقعد بالكادر مجرد إنك تهز إيدك يعني هزيت يعني عملت الكوماند تطلع الصورة يعني ما بقى منطر التايمير وطلع التايمير ومالحنة وهيدا هو أو بعد شوية فكل هيدول الأمور بتساعد بس هيدا الفكرة إنه تساعدنا لنقدر ما نكون نكون كونترول أكتر على كل شيء غراض لقلنا على كل شيء نحن سننفعله كونترول بكل بساطة طيب فيني أنا خبرك حتى كمان للبت مثل مثل التايم كمان للبت فيني أنا خبرك قسط اليوم عن البرنتر آآ أكيد فإذا تصور أنت بسبيس أنت أسترونوت أوكي وصار عندك تصور شوية فيلم على بروس بيليس ويلس مع ليف تايلر وهلأ في الجديد تبع سانس فكشن حاصلوا إيه سانس فكشن عاكل حال بيصير قطعة مثلا نقصة نقصة برغي أوكي تروح على الإي أس أس إنترناشيال سبيس ستيشن بتنتنبش شو عندي براغي لأشوف هيدا البرغي الموجود أيام هلأ نحلت المشكلة أنا مع الثري دي برنتر أوكي كل شيء مصنوع لل سبيس شفت سبيس يعني واثنين شقفة البلاستيك اللي بتوصل ما بعشو الثري دي برنتر بتصير بتطبع لك كل شيء حايزه والفكرة أنه الثري دي برنتر ستصور فكرة الفاكتوري رح تتغير بعد شوية المصنع بس تحسر كيف بدأ تطبعها على ورقة الثري دي برنتر لا بتطبعها ثري دي بسير شقفة بلاستيك أوكي يعني أنت عم تحط لهالبرنتر مثل المواد أولية حتى تصنع منا صح هاوكي هده صرنا العكس نحن عم نعمل ثري دي برنتر عندي ثري دي برنتر هون بس بتحط الشخص أو القطعة اللي بدك تعمله وبطلع ثري دي على ورقة آه يسكن ويتصنع لا ثري دي برنتر خلص صار فيك تصنع وصار فيك تصنع حتى يعني في ثري دي برنتر كبار لدرجة بحطوهن بمعايام الكبار وصار هيدا المصنع الجديد يعني بتطلب الشغلة ما بقى من روح من صنعها بالصين من روح من صنعها ما بعرف وين في ثري دي برنتر فيك تصنع كل شي يعني كل شي عندما تصنع بلاستيك هلأ فيك تغير شوية المتيريال فيك في اشياء تكون قريبة أكتر للمتل في اشياء تكون قريبة أكتر لغير المتيريال بس الفكرة هي هيدا حبيت كتير الفكرة حبيت فكرة ماكسيما هلأ إذا بقى معنا وقت رأخبرك عن اللي عنا إياها ثري دي سكانر ثم يمكن تطلع ثري دي برنت بس سأحكي هلأ عن كفر للتليفون في كتير ناس ما بيدهرون من بيتهم إذا ما معهم سويس نايف صغيري بس لعدة استعملات هالسويس نايف براغي مقاص حتى فيها كوردان حتى فيها ملقط هيدولي كلهم الاخبار صاروا موجودين بالكيس تبع الآيفون كلهم بقلب الكيس كلهم بقلب الكيس فعندك هيدا الكيس بكل سهولة صار فيها في منها ثلاثة ألوانيين أبيض أسود وكلير وبذات الوقت التولز هن اللي بيجوا ملوانين هيدا هيدا بتقطع الطيار هيدا الفكرة مننا لأنه هيدا ما فيها بلايد يعني عادة سويسنايف على طول فيها سكينة ما هي مش وقفة على البلايد ما اخرش الشوك البلاستيك يعني الشوك صاروا بلاستيك بس في كتير طيران بعض وبيعطيك الشوك والسكينة الحديد على كل حال على الانترناشنل سبيستيشن ما عنا هالمشكلة لأننا لأننا عنا يمكن بتعوز ملقط لشغلي يمكن بتعوز هالمقصل صغير واتفر أو براغي صغير حتى صار عندك هون بطلت مطار تكون معك سويسنايف لتتنقل ما بعرف في كتير راسب يمكن انت عدتتضحك أنا عطول في سويسنايف بجاية طلعوا فرجينا فرجينا هال عطول في سمول سويسنايف اف يعني اذا وهيدي تقريبا في مطارات تقطع في مطارات في مطارات بتبين في مطارات ما تبين بس هيدة كتير خطرة فهدي بس هيدة ممنوعة مثلا لأنه في مطار ممنوعة تقطع مشان هيك ما في مطار فيها للضفير هيدا مفك براغي اكتشلي ولا الضفير اذا بدك فنفس الخبرية صارت بالكيس تبع الايفون 5 جيد فكرة جديدة بتعرف ماركتنج اكتر هادي طريقة جديدة للماركتنج شوفي كمان هادي هادي 3D هادي كمان الحلو فيها بورتوبل بتتسكر وبتنحمل بكل سهولة هي مفتوحة انت بتحط الديفايس على هاد البلاتفور موجودة تحت اللي بدك تعمل سكان أكيد تعمل سكان بـ two laser beam مع كاميرا بكل بساطة بس تعمل السكان يمكن تقوم برنت فهي دولة البرنت شو فيك تعمل فيه وفيك تعمل فيه متر قصص حتى فيك تفوتهم السكان قصدي فيك تعمل تفوتهم بـ games فيك تعمل كل هيدول الأخبار يمكن تقوم بعملهم بعدنا يعني إذا بتشتغل الانيميشن فيك تعمل الانيميشن في الـ 3D سكانينج وبرنتينج يعني رحي تعرف انه بالتاريخ بتقول انه فيه الـ revolution انه في عندك الـ revolution الميكانيكية اللي صارت في لندن لما اخترعوا المتار البخار إلى آخره برأي كتير من الناس الـ 3D printing والـ 3D سكان من الـ revolution اللي هل أقدم همين منا بس قطعة منا قطعة زيادة اخترعنا سكانر اخترعنا اخترعنا فاكشلي اخترعت لسبب معين رح تغير طريقتنا بالتعامل مع الغراض بالصناعة إلى آخره صحيح صحيح فهيدي هي الـ device هي كاكم سكرة فيك تحميلها بكل سهولة بورتو بلد تخدمها معاك معاك ما بدك هلنك فكرة عن الاسعار هلن؟ هيده هيده اللي هي مش عاطين سعر بس هي اللي ارخص واحدة هي ماتر فورم اسمها اللي هي ارخص واحدة هلأ معقولة تلاقيها بالسوق عد الـ plus بأكيد ريزولوشن كتير عالية يعني ما عندك اي مشكلة بمحال من المحلات روح الديتيل ما شفته بقلب الاسكان بالعكس لأنه ريزولوشن كتير عالي ولأنه عملينا بورتو بلو هذه الأخبار وعملينا بذات الوقت هي أرخص واحدة موجودة بالوقت الحاضر بالأسوال أرخص مش عنا 20 دولار بس لنعرف انه تجمعها أسعارهم كتير غاليين عادة بس مش حاطين سعر عليها هذه المشكلة رح نتقل لأخر ايتم خبرية كتير حلوة بكل بساطة بتحطي بريسلت بأيد الطفل وهذه البريسلت هي بتعطيك حرارة الطفل إذا طلعت ولا نزلت الهارد بيت تبعه إذا علي أو وطي لا يضل عبت أنت مرقبه بذات الوقت مع أكيد ساوند لأنه تسمعه بذات الوقت عبتعرف كل شي عبتصير ضغري كونكتد طيور سمارت فون بيعطيك دغري ألارم على كل شي عبي تغير بها الصبي اوكي فادي thank you very much انا بلاقيها كتير حلوة بالنسبة لأولاد اذا هذا المحل اللي فينا نعطي فيه رأينا انا ضد هالأمور انا بفضل ببين رأبوا نحن شخصيا اي بس في مرات عندك مشكلة مزبوط اذا نين بالليل وغافي وصار شي مرات مطوع عليه يلا خليني اخد بريك فادي thank you very much له هالجادجت بعد البريك راح نكون مع auto focus ومن بعضه مع امين نشوف